بالله الرحمن الرحيم زي ما اتفقنا انا ببقى داخل المعمل عايز اطلع داتا اربط فيها ما بين فاكتور انا اقدر اغيره وما بين النتيجة او النجاح اللي انا مستنيه. واتكلمنا وبعد ان جزء من شغلنا الشغل الاحصائي اللي انا بعمله في البحث انا حاول اطلع داتا اطلع داتا مزبوطة الاول وانا في المعمل بحاول ايه اطلع نقط تكون لها معنى وان انا يكون رابط يعني او حاولت اتتبع الظهرة ما بحاول اقسها حاول اكون مزبوط عشان اقدر حتى بالعين المجردة جده شايف الترند بتاعه. واتكلمنا في الفيديو اللي فاتنا انا ممكن سهل جدا نعمل لو لقيت العلاقة بس العلاقات اللينيار في الحياة يعني مش كتير اول الدرجات دي يعني اغلب الحاجات اللي اعرفها في الدنيا بتبقى فمسلا ممكن اكون شغال مسلا في تجربة وتطلع معايا تتعاملها بالمنظر ده. الحاجة اللي انا بغيرها مسلا مع الطايم مستني نجاح معايا مسلا يحصل. فالحاجة اللي مستنيها لقتها بتطلع بالمنظر اللي قدام مني ده. فانا خلاص قدام عينيه النقاط كويسة جدا جدا يعني دي كده نقاط كويسة جدا وسموس كلها نقاط يعني انسيابية على كيرف واحد بالعين المجردة بين ان هو ان شاء الله هيطلع كيرف. فاضل ان انا اعرف فيها ايه المعادلة في هاتي الكيرف ده احاول عبر عنها كمعادلة رياضية. ايه اللي ممكن اعمالها? فمحتاج كتير ممكن تعمل نانيلي اظن اونلاين مش سهل. يعني لسه المواقع ما اتطورتش قوي ان هتعملوا حاجة اونلاين يعني بسهولة. لكن اه البرامج سهلة. الاكسل بيقدف حاجة سريعة ممكن نستخدمها ان انا اعمل تريند لاين بسرعة على تشارت يعني ان دي الداتا بتاعتي ممكن نرسم تشارت زي كده هوت. وابتدي ان انا ايه اعمالها انت ممكن حتى تشوف فيديوهات اعمق من كده بكتير على الاكسل. انا مجرد معين. ده اللينير اوتوماتيك انا مش عايزه انا ممكن اجرب مسلا حاجة زي الاكسابونينشل زي ده كده مسلا. فانا ممكن الاكسابونينشل يعني انا مش عارف انا محتاج احكم عليه. يعني هو شكله معقول وكل حاجة بس حتة دي بعيدة شوية. ممكن مسلا اقول له اه 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 وريني لو صحت الار سكوير فحيطلعه لي. طبعا الار سكوير هنا صغيرة خالص. فانا حاول نكبر دي شوية وانا حاول نكبر دي شوية. مسلا ار سكوير بوينت تسعة. حلو. يعني اه مش وحش. بس خلينا نشوف يعني. ده بتاعي. ممكن اخليه يطلع لي الاكوشن. انا الاكوشن مش تفرق معي كتير. يعني اكوشن زي كده مع الار سكوير. مش معقولة خالصة هي. كويس معقولة معادلة زي كده. طيب اه بدل الاكسابونينشل انه ممكن اشوف اللوجاريثمك مسلا. لا هنا الار سكوير بوينت سابعة مش حلوة يعني دي مش كويسة قوي. ممكن البولونوميال طيب البولونوميال اه معقولة جدا. جميلة جدا. ده بولونوميال.رو بوينت تسعة تسعة يعني ده رهيب يعني. ممكن ده بولونوميا من الدرجة التانية. طيب ممكن بولونوميا من روتب thinth مثلا. فده كويس جدا. مسلا. اهو. الدرجة الرابعة واها كزا. اه انا اللحزت ان قائم الر سكوير متغيرتش كتير. يعني من ديل دي الر سكوير تغير من بوينت تسعة تسعة تمانية تنين. لتسعة تسعة تمانية خمسة. السؤال بقى هل هل التغيير ده جوهري يعني يعني هل هل الدرجات يعني التانية تستاهل حاجة زي كده? ولا يعني ده مبالغة ومعنوش لازمة حاجة زي كده? ده سؤال محتاجين نفكر فيه قدام شوي. يعني ده مش موضوعنا دلوقتي لما احنا اعيني كده احنا ده كان هنا بنفكر زي اقارن موضلز ببعضها. هل تستحق ولا مستحقش? مقارنة الموضلز ده حاجة تانية ده انا معرف شو ايه بس دي دي الحاجات اللي قدام مني دلوقتي. اهو دي الحاجات المشهورة كمعادلات رياضية اللي بتطلع لي يعني. طيب. خلينا مع البرانوميال ده كده الاي الحاجة اللي طلعتلي. لغاية انا معقول جده انا كده قدرت اربط الحمد ولم بين الحاجة اللي غيرتها والحاجة اللي انا ايه انا مستنية. قدرت تحسب الار سكوير. هل في حاجات تانية ممكن احسبها? يعني هل في حاجات ممكن تساعدني اكتر من كده شو هي? هل في معلومات ممكن اخدها من حاجة زي كده? هل في الاحصى ممكن تعلمني حاجة اكتر من كده? الحقيقة فيه برامج تانية ممكن تديني ذاتها اكتر من كده. تديني معلومات اكتر من كده. ممكن تديني معادلات اكتر من كده. يعني بدل ما انا بشتغل على بس مجرد والبرونوميال والكلام ده. في كزا حاجة دانية ممكن تتعامل. فيحنا الفيديو اللي جاني ان شاء الله بتوفر للطلبة. يعني بتوفره للطلبة. لكن طبعا محتاج ان يدفع له رسوم. او يتشارع يعني. فنبص ما بعد نتده على الورجن ان شاء الله نشوف كده اي الاتا اللي بيدهاني. انا بس كل ده زي ما انا بنقف مع بعض واحدة بواحدة كده على رجلينينا نشوف كده يعني ايه? يعني ايه? خش اعمل يعني خش ان انا اربط ما بين حاجة انا غيرتها وحاجة انا مستنيها. وطلع معادلة وايس الحقيقة دي بسيطة ان شاء الله كل حاجة بس ايه? نمش فيها واحدة واحدة. خلينا نبص ان شاء الله الفيديو اللي جاء على الورجن بقلتنا. شكرا.